بين الشوارع والأحياء يقضي بلال يومه متنقلا بحثا عن لقمة عيش مستعصية في الحجر الصحي وحالة الطوارئ في المغرب فقد فقد مكانه في السوق التي أقفلت أبوابها وقلة الزبائن لكنه يحكي بارتياح كيف ساعدته التعويضات التي حصل عليها من صندوق تدبير جائحة كورونا الذي خصصت الحكومة بعض مداخيله للفئات المتضررة لتستعيد توازنها الناس كانوا خدامين والناس اللي عنده أسرة واللي عنده الكرة وعنده مصارف ومن يجل تشاهد الواباء هذا الناس لا أستكلم الناس مثلا بحكوا أنا تنخدم عندي خدمة مستقطعة فمسيني خدمة أصبحنا قالسين وهمت مرحلة التعويضات الأولى فئة المشتركين في نظام التغذية الصحية المخصص للفقراء ومحدود الدخل والمسمى رمد فيما شرعت الدولة في تلقي طلبات فئة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المهيكلة ممن فقدوا مداخلهم بسبب تداعيات الجائحة السلبية على سوق العمل كاري في علامة طبعات الحال كاري وعند المراكب عنده 400 ريال في النهار كان بشي بأل فروق وكان رجع بأل فرانك يالا تفقدك الباركة هي باش كان قدوها الساعة تفقدك ألف ريال أربعين درهم يباش كان قدوها الوليدات ويعطي ألفين درهم صافية لكل أجل شهريا بالإضافة لهذا يبقى هذا الأجل يتمتع في ذلك المدة بتعويضات العائلية وتبدأ تعويضات المتدررين من 100 دولار للأسر المكونة من شخصين إلى حوالي 250 دولار للأسر من أربعة أفراد وأصحاب الشركات الصغيرة المتدررة من الجائحة في عملية استفادت منها حوالي 70 ألف أسر في مدينة سلاة مثلا لوحدها الواقع اليوم يبين أن المغرب يوجد في كثير من الأسر الهشة كثير من الأسر المعويزة التي تحتاج للدعم فالدعم الآن المقدمة هي فرصة من أجل النظر في السياسة الحكومية القادمة من أجل تمكين طبقات اجتماعية من مولد الرزققار ومن أجل استقرار الاجتماعي وإقرار عدالة اجتماعية ومن تداعيات الأزمة توقفت أكثر من 100 ألف شركة صغيرة عن العمل مؤقتا ويهدد شبح البطالة حوالي 750 ألف عامل في القطاع السياحي وانخفاض يقارب 60% في قطاع النقل والمرافق الترفيهية فيما تتوقع أرقام رسمية انخفاضا في نسبة النمو بحوالي 1.8% في النصف الثاني من السنة توقف تهم في كل مناحي الحياة أسواق أغلقت مهن تعطلت وأحداث ألغيت كساد عام مسأ أكثر المعوزين وذوي الدخل المحدود وهم المعنيين أكثر بتعويضات صندوق تدبير الجائحة ليستطيعوا تخطي مرحلة صعبة لا أحد يعلم منتهها فاطمة بغنبور الحرة الرباط ترجمة نانسي قنقر